نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا ينضم لنا الآن من تهران الكاتب والباحث السياسي مصدق بورس سيد مصدق أهلا بك معنا بداية هل من تفاصيل أكثر متوفرة الآن حول ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني مؤخرا والتي كما يقول كانت تحمل 900 طن من الوقود المهرب والتي تم احتجازها بموجب حكم قضائي نعم شكرا تحياتي طبعا الجانب الإيراني هو أعلن فعلا يعني هو تم قام بتوقيف ناقلة ناقلة تهرب يعني الوقود وجرأت توقيفها في المياه الإيرانية وبالتالي هذا الخبر يعني حتى البصادر الأمريكية والسطول الخامس الأمريكي وأكد هذا الخبر بكل صراحة يعني إيران ترى من حق يعني تتصدى لعمليات التهريب وهي تتعرض يعني لهذه الظاهرة سيئة جدا الجانب الأمريكي ربما هو يتعمد يعني لأنه هو قبل يومين أصدر بيان وذكر بأن إيران أرادت الاسلاء على سفينتين أو ناقلتين وهي الأسطول الخامس منع إيران عن قيام ذلك ولكن اليوم الأسطول الخامس يعلم بأن إحدى هذه السفون يبدو أنها محملة بمواد مهربة وبالتالي لم تكن هناك حاجة للتدخل من قبلها الحقيقة موضوع الناقلات وحرب الناقلات يعني هذه المرة خاصة اليوم أو بالأمس يعني أنا أعتقد يعني هناك تضخيم كبير لهذا الموضوع يعني هناك رواية أمريكية كما قلنا فيما تعلق بمحاولة إيران السلاء على ناقلتين وإطلاق النار على إحدى هذه الناقلات ثم جاءت البي بي سي ونفت أن يكون هناك أضرار والتي أصبح المخاطر صديق مصدق المثيل اهتمام هنا بأن الجانب الأمريكي قال بأنه لم يتدخل الأسطول الخامس قال بأنه لم يتدخل في هذه الحادثة تحديدا هنا نقطة كانت مثيرة موضوع حكم قضاء إيراني يعني الجانب الإيراني تحدث بأنه تم احتجاز هذه السفينة بموجب حكم قضاء إيراني ولكن هلفا بأن هناك قرار إيراني تنفيذ من الحارس الثوري ماذا عن القانون الدولي خاصة بأن الجانب الأمريكي تحدث بأن هناك انتهاك للقانون الدولي وأن هذه تصرفات قود أمن وسلامة حركة المرور في المنطقة لا يعني معمولا عادة يعني قوات الحارسة والقوات يعني السلاح البحرية هنا لدينا لا تستطيع أن تقدم على أي عمل فيما يتعلق بالتوقيف أو احتجاز أو أي عمل إلا إذا كان هناك إذن قضائه وبالتالي الإذن قضائه ويصدر إما من القضاء المركزي في طهران وإما من قضاء في محافظة هرمزغان المطلة على الساحل الخليجي وبالتالي يعني هذا الموضوع حكم قضائي لأن هناك معلومات وصلت إلى القضاء في محافظة هرمزغان تشير إلى أن هذه السفينة هي محملة بمواد مهربة وإيران تصدت لها وحتى فيما يتعلق بالباخرة الأخرى ريشموند فيتشر التي صدمت بعبارة إيرانية وتسببت بأخطار يعني بأضرار وتخريب عندما صدمت بطاقم وغرفة سراحة القبطان وتسببت بجرح حصابة خمسة من هؤلاء بجروح ثم واصلت بحارها ولم تكترث بالتحذيرات الإيرانية ودخلت المياه العموانية أيضا إيران تقدمت بشكوى يعني صاحب العبارة أو الباخرة الإيرانية هو الذي تقدم بشكوى إلى محكمة هرمزغان وصدر إذن قضائي بتوقيف هذه الباخرة ثم تم تعرف على هذه الباخرة يوم الأربعاء الماضي ولكن أيضا هي هربت إلى داخل المياه العموانية يوم إيران تقول أن من حقها أن تحتجز نحن نتحدث عن أكثر من حادثة هذا موضوع قضائي يعني موضوع عادي بتالي أكثر من حادثة حتى أن الجنب الأمريكي قال بينها تدخلت لمنع محاولتين للحرس الثوري من مصادر السفينتين بالتالي فعليا نحن نتابع هذا التكرار لإحتجاز السفن من قبل الحرس الثوري كيف يمكن تفسير هذه الزيادة وتيرة احتجاز الناقلات مؤخرا سيد مسلطق؟ أنا لا أعتقد يعني ما حدث هو مجرد كما قلت يعني مجرد احتجاز توقيف باخرة محملة بمواد مهربة حتى الأمريكيين يعيدون هذه الخطوة هم أيضا يعني يقولون نحن متواجدون هنا لأحدى أهداف يعني تواجدهم يقولون للتصدي للتهريب والجنب الإيراني أيضا وهناك حادث آخر عرضي حدث حادث مروري بحري حدث بالنسبة لعبارة عندما صدمت ببيتشر ريشبون بيتشر وبالتالي لم يحدث أي شيء ولكن هناك التضخيم أولا المسؤولين السياسيين الإيرانيين لم يشيروا إلى هذه النقطة مطلقا ولا المسؤولين في دول المنطقة ولا المراكز الأبحارية أيضا كل هذه لم تشر سوى الجنب الأمريكي أنا أعتقد هذا الموضوع له دافع سياسي خاصة من الجنب الأمريكي يعني يتزامن مع اجتماع مجلس الأمن وإيضا اجتماع أوروبي وإيضا خطوات التي بدلت لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب وبالتالي هم يريدون أن يوفروا الأسباب والمعادل لذلك يريدون أن يتهموا الحرس الثوري هذه خطة سياسية عذر لي على المقاطع على دقيق الوقت وصلت الفكرة شكرا لك سيد مصدق بور الكاتب الباحث السياسي كنت معنا من تهران